أكد محافظ عدن أحمد لملس أن التعليم ركيزة أساسية للبناء والتنمية مشددا على أهمية التكاتف لتصحيح مسار العملية التعليمية وخلال اجتماعه مع مدراء العموم في المديريات ومدير عام مكتب التربية في عدن ومدراء مكاتب التربية وجه المحافظ بتوقيف أي ترخيص لفتح مدارس خاصة بالوقت الحالي مشيرا إلى تقييم المدارس التي فتحت إضافة إلى ضرورة عملية التغيير والتدوير